وترقبوا برنامج شهر رمضان القادم ولا تفوتوا منه حرفاً واحدة لأنه البرنامج الأقوى والأقوى والأقوى من كل برامج قناة القمر المتقدمة حيث سأضع بين أيديكم أوضح الحقائق وأصح الوثائق وأدق الدقائق وأبين الطرائق وأكشف لكم عظيمة جنايات الطوسيين بحق دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها في سورة يوسف هناك العديد من اللقطات التي تتعلق بموضوعنا هذه اللقطة الأولى واستبق الباب بعد أن فعلت زليخة ما فعلت وفر يوسف منها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ إنه عزيز مصر فلما التقت بزوجها ماذا ستقول قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم يوسف ماذا قال 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 هي راودتني عن نفسي موازين التقييم ستشتغل هنا قطعا سيحكم عزيز مصر على يوسف من أنه هو المذنب ولذا فإن براءة يوسف تحتاج إلى معجزة لأن موازين التقييم خاطئة عند الأنبياء خاطئة فكيف عند الوثنيين فهذا وثني إذا كانت الموازين عند الأنبياء ليست صحيحة في قصة أبينا نوح وفي قصة أبينا آدم وكيف قيم إبليس تقييما حسنا وصدق بكلامه حينما أقسم له إبليس وقال له من أنه ناصح له قطعا عزيز مصر سيحكم بالسوء على يوسف ولذا فإن يوسف لا يمتلك من المعطيات التي التي يستطيع من خلالها أن يجعل تقييمه تقييما سديدا بالنسبة لعزيز مصر تدخلت المعجزة هنا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها طفل رضيع لا زال في المهد من أقرباء زليخة هذا الطفل أمه نسته في المكان لأن زليخة أمرت الجميع بالخروج من القصر كي تخلو بيوسف لوحدها أم هذا الطفل نسى طفلها نسيان طفلها هو بحد ذاته معجزة الطفل هو الذي نطق وشهد شاهد من أهلها هو هذا الطفل الرضيع الذي كان في المهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لأنه قد أقبل عليها وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأنه قد فر منها وهي التي لحقته فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ثم التفت إلى يوسف وقد ظهرت براءة يوسف إعجازية ليس بموازين التقييم بموازين التقييم بموازين التقييم الرجالية فإن يوسف هو المذنب يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين هذا التقييم جاء سديدا بسبب الإعجاز لو لم تكن هذه المعجزة موجودة لكان التقييم بنحو المعاكس لأصبحت زليخة بريئة وصار يوسف مذنب هذه موازين التقييم مع أن عزيز مصر يعرف زوجته ويعرف يوسف وجمال يوسف في مكان خال ليس فيه إلا زليخة الفاتنة الجميلة ويوسف الشاب الجميل مع صدق يوسف ومع ما يعرفه عزيز مصر من طهارة يوسف وما يعرفه أيضا من طبيعة زوجته كل ذلك لن يكون مساعدا في التقييم الصحيح لأن موازين التقييم تتخذ اتجاها معينا ولذا احتاج يوسف إلى المعجزة فنطق الطفل الرضي كي يكون التقييم صحيحا فهل الرجاليون يمتلكون معجزة كهذه المعجزة كي ترشدهم إلى موازين التقييم هذا هذا الشاهد الذي شهد ليوسف وهو الرضيع الصغير أعطى لعزيز مصر ميزانا في التقييم يعني أن ميزانك يا عزيز مصر ليس سديدا في التقييم ولماذا نستغرب ذلك إذا كان نوح النبي المرسل ميزانه في التقييم وفي تقييم ابنه ليس سديدا فجاءت المعجزة أن قدمت لعزيز مصر ميزانا في التقييم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه ميزان حسي في التقييم هل يمتلك الرجاليون ميزانا حسيا في التقييم من أين يأتون به إنه نقل نقل فلان عن فلان وماذا يعرفون عن فلان الناقل لا يعرفون شيئا هذا هو الذي جرى والذي لا زال يجري فيما يسمى بعلم الرجال بين المراجع الطوسيين السفهاء وبهذه الطريقة حطموا الأحاديث التفسيرية ونقضوا بيعة الختير وقدموا للشيعة تفسير النواصب وبهذه الطريقة حطموا الأحاديث العقائدية وقدموا للشيعة عقيدة الأشاعرة والمعتزلة وبهذه الطريقة جاءونا بالإجماع وجاءونا بالقياس وجاءونا بكل الخذارات الناصبية وحطموا المنهج الاستنباطي عند العترة الطاهرة في استنباط التفسير والعقائد والفتاوى والأحكام وجاءونا بمنهج استنباطي شافعي معتزلي ودمروا ديننا هذه هي الحقيقة من الآخر عزيز مصر ما استطاع أن يقيم نبيا يوسف نبي وعزيز مصر قد ربى يوسف منذ صغره ويعرف طهارته ورأى ما رأى من معجزاته من معجزات يوسف ومع ذلك ما استطاع أن يقيمه تقييما صحيحا لولا أن تدخلت المعجزة الربانية في أن أعطته ميزانا للتقييم يا أيها الشيعة اعتبروا بكتاب الله تدبروا فيه هذه حقائق القرآن لماذا تتركون حقائق القرآن وتركضون وراء النواصب لماذا لماذا والنتيجة ما هي تدمير لدين العترة الطاهرة النتيجة هي هذه أنا لا أستطيع أن أطيل الوقوف عند كل جزء من أجزاء هذه الصور واللقطات المهمة الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب أتمنى أن أجد فرصة كي أعود إلى هذه الآيات لأسلط عليها الضوء كي أعرضها بالتفصيل وبالتفصيل الكامل ما أبينه هنا في مستوى الإجمال في مستوى الحديث المقتضب أذهب بكم إلى لقطة ثانية من سورة يوسف نحن ماذا نقرأ في بداية سورة يوسف في الآية الثالثة بعد البسملة نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص هذا لماذا في آخر سورة يوسف في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة وهي آخر آية في السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في قصص سورة يوسف وفي سائر القصص في قصة أبينا آدم في قصة الاستخلاف في قصة أبينا نوح وما يرتبط بابنه الذي ذهب مع المغرقين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فاعتبروا يا أيها الشيعة اعتبروا بكتاب الله لماذا تعتبرون بهراء مجموعة من الرجال كبار السن المخرفين والسفهاء الذين لا دين لهم هؤلاء عباد للدنيا وعباد للشيطان وعباد لذكورهم وفروجهم أتحدث عن المراجع هذه حقيقتهم لو كان عندهم من دين لفتحت بصائرهم ولأدرك الحقائق من كتاب الله إنهم يضحكون عليكم يقولون لكم هذه المطالب التي تعرض في قناة القمر هذه من المطالب التي لا يصح أن تطلع عليها أخاطب طلاب الحوزة وإنما عليكم أن تتابع دروسكم لا تطلع على هذه المطالب هذه المطالب مبذولة في الكتاب وفي حديث العطرة هذا القرآن للجميع المطلوب من الجميع أن يقرأوه من أوله إلى آخره المطلوب من الجميع أن يتدبر فيه لماذا لم يتدبر هؤلاء المراجع في هذا الكتاب الكريم لأنهم ثيران ثيران وتيوس هذه حقيقتهم وإلى هذا القرآن واضح صريح بينه وحينما يأتي أحد من مقلديهم كي يسأل سؤالا بهذا الخصوص يصيحون فيه هذا مو اختصاصك أنت مو أعلم من المرجع زين إذا المرجع مطي المرجع مطي مطي بتمام معنى الكلمة مطايا المراجع لوموا مطايا ليش ما يتدبرون بالقرآن ويصلون إلى هذه النتائج وكل واحد عمره تسعين واثمانين وين خلصوا أعمارهم لماذا لم يتدبروا في كتاب الله أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر القارئ الذي قراءته لا خير فيها هو لا خير فيه سيد العوصياء يقول ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر هؤلاء عبادتهم من دون تفكر قراءتهم من دون تدبر هذا إذا كانوا يقرؤون وعلمهم إذا كان عندهم من علم ليس فيه تفهم الذي علمه ليس فيه تفهم لا فهم عنده هذا غبي الذي قراءته ليس فيها تدبر لا خير فيه والذي عبادته ليس فيها تفكر لا خير فيه هذا كلام أمير المؤمنين هؤلاء مراجعكم لا خير فيهم أخاطب عوام مشعة وأخاطب طلبة الحوزة في النجف وكربلا مراجعكم لا خير فيهم لو كان فيهم من خير لتدبروا في كتاب الله ولوصلوا إلى هذه النتائج ولعلموكم هذه الحقائق ولصانوا دين العترة من تدميره وتحريفه وتشويهه عبر علم الرجال الناصبي أخذوا لقطة أخرى من سورة يوسف في الآية السابعة والسبعين بعد البسملة من سورة يوسف قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل لما رتب يوسف النبي أن يضعوا صواع الملك في رحل بن يامين الحكاية المعروفة وعثروا على صواع الملك في رحل بن يامين أخوته هكذا قالوا أخوة يوسف قالوا إن يسرق عن بن يامين فقد سرق أخ له من قبل إنهم يتحدثون عن يوسف لأن يوسف وبن يامين من أم واحدة والبقية من أمهات مختلفة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون قال لهم إن ميزانكم في التقييم ليس صحيحا لماذا قالوا من أن يوسف قد سرق يحدثنا علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره الشريف الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 331 عن أبي الحسن عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه قال كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرق هذا هو الحكم كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرق يكون يكون عبدا يكون خادما عند الشخص الذي سرق منه ما سرق وكان يوسف عند عمته وهو صغير وكانت تحبه وكانت لإسحاق منطقة المنطقة نوع من أنواع الأحزمة يكون مزينا ليس حزاما عاديا وكان لإسحاق إسحاق هو والد يعقوب يعني جد يوسف وهو متوفى في ذلك الوقت وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب وكانت عند أخته أو دعها يعقوب أمانة عند أخته محافظة عليها وإن يعقوب طلب يوسف ليأخذه من عمته فاغتمت لذلك وقالت دعه حتى أرسله إليك وأخذت المنطقة فشدت بها وسطه تحت الثياب هي التي ألبسته المنطقة تحت الثياب فلما أتى يوسف أباه جاءت جاءت عمته فقالت قد سرقت المنطقة تتحدث عن منطقة إسحاق ففتشته فوجدتها معه في وسطه حتى تأخذه عندها فلذلك قالوا أخوة يوسف لما حبس يوسف أخاه حيث جعل الصواع في وعاء أخيه فقال يوسف ما جزاء من وجد في رحله قالوا جزاؤه السنة التي تجري فيهم وهو أن يسترق فلذلك قالوا أخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل هم قيموا يوسف وفقا لحادثة قديمة كان يوسف في وقتها صغيرا ولم يكن له من ذنب عمته هي التي ألبسته المنطقة وجعلتها تحت ثيابه كي يبقى عندها في البيت حبا له وحبا به يوسف هكذا كان يقول ماذا جنيت من الحب أحبني أبي فألقاني أخوتي في البئر وأحبتني عمتي فصرت لصا سارقا وأحبتني جليخة فأودعت في الحبس ماذا جنيت من الحب فهذا تقييم خاطئ ليوسف يفترض فيهم أن يذكروا يوسف بخير بعد الذي جرى ما جرى على يوسف بسببهم وجرى ما جرى على أبيهم بسبب حزنه على ولده يوسف بسببهم أيضا ولكن موازين التقييم خاطئة هم يتصورون أنفسهم أنهم يقيمون يوسف بالتقييم الصحيح حينما قالوا من أنه قد سرق قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون تقييمكم خاطئ ما جاء في قصة الخلافة الله قال للملائكة بعد أن أخطأ في التقييم إني أعلم ما لا تعلمون الكلام هو هو يوسف قال لهم والله أعلم بما تصفون إنه الخطأ في التقييم الرجالي ها هم يسيئون إلى نبي من الأنبياء وهم أخوته وفعلوا ما فعلوا به وإلى هذه اللحظة لا يعرفون خبره ومع ذلك يسيئون في تقييمهم لأخيهم الذي ظلموه وهم يعرفون أنه نبي فقد أخبرهم أبوهم بذلك وإلى لقطة ثالثة حينما أعطى يوسف القميص لأخوته كي يلقوا به على وجه أبيهم لأجل أن يرتد بصيرا حكاية يوسف المعروفة لازلت أقرأ من سورة يوسف في الآية الرابعة والتسعين بعد البسملة ولما فصلت العير فصلت خرجت من المدينة ولما فصلت العير في مصر في المدينة التي كان فيها يوسف النبي ولما فصلت العير القافلة قال أبوهم وهو في فلسطين إني لأجد ريح يوسف لأن يوسف أعطاهم قميصا خاصا هذا القميص الذي نزل به جبرايل على جده إبراهيم حينما أرادوا أن يلقوا به في النار هكذا حدثتنا روايات العترة الطاهرة جعله يعقوب في تميمة وعلقها على يوسف يوسف أخرج القميص من تلك التميمة وأعطى القميص لأخوته في تلك اللحظة شم يعقوب الرائحة هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل في القول لست بصدد الحديث عن ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تقيموني تقييما رجاليا خاطئا ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم قال لأسرته إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فماذا قالوا له أسرته أسرة نبي قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أين أنت وأين يوسف وأين ريح يوسف ماذا تقول هذا نبي هكذا يقيم من أسرته ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف مع أنهم قد شاهدوا الكثير من معجزاته إن لم تكن من المعجزات فمن غرائب الأفعال التي لا يستطيع الناس أن يفعلوها نبي من الأنبياء يعقوه ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تقيمون التقييم الرجالي الخاطئ وفعلا قيموه تقييم رجالي خاطئ قال تالله مع القسم يقسمون إنهم متأكدون من ذلك قال تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ألا تلاحظون أن الكلام هو هو مع الملائكة من الله مع نوح من الله يوسف مع أخوته ويعقوب مع أسرته كل النصوص تقول من أن موازين التقييم جهل ما هي بعلم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون حينما صدموا بالموازين الحسية التي لا يمتلكها علماء الرجال ماذا قالوا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا تقييماتنا الرجالية خاطئة إنها ذنوب استغفر لنا ذنوبنا فأنت أبونا ووالدنا وأنت نبينا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ما قال لهم إنكم لم تكونوا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم الموازين في التقييم الرجال خطيئة جريمة خسران هذه النصوص واضحة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ولقد طلبوا هذا معتذرين من أخيهم يوسف حين قالوا في الآية الحادية والتسعين بعد البسملة من سورة يوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما قال لهم إنكم لم تكونوا مخطئين وإنما عفى عنهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فهل أنتم يا أيها الشيعة من أولي الألباب أم من أولي الأذناب أولي الأذناب الحمير أنتم من أولي الألباب أم من أولي الأذناب من أصحاب الآذان الطويلة والذيول الطويلة لقد كان في قصصهم عبرة ليس لأولي الأذناب وإنما لأولي الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذه الأقفال كيف تفتح إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لزرارة لزرارة ابن أعين الرواية في الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته نذهب إلى فاصل شكراً لزرارة